ونفس السؤال نحب إجابة عديدة من عندك سيدة العميد مع المجاعة اللي صايرة والألاف اللي ممكن في كل دقيقة فم ألاف ممكن يموتوا جوعا اليوم الغزابين يقولوا حتى اللي ما ماتوش وما استشهدوش تحت القصف يستشهدون جوعا اليوم في غزة إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا في موقف المقاومة في المفاوضات هذا ما ترهن عليه إسرائيل هي مناء حرب التجويع هنا وقتل المدنيين واستهدافهم هي للضغط على المقاومة ولكن يبدو أن المقاومة تحللت من هذا المسألة تحللت من ذلك وتحررت من هذا القيد ما أنا مسألت هنا المدنيين هي صحيح تدفع عنهم لكن نفس الشيء وإخي هم من المقاتلين من هم ليس أبناء الشعب الفلسطيني المقاتلين لكل فصائل الفلسطينية هم من أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء غزة هنا في هذا التطور أنا فيما نقطة أذكرت أنت توم منذ قليل حول موقف حماس هي رأي المفاوضات فيها كر وفر وفيها مثل الحرب وفيها كذلك مفاجآت وفيها كذلك أشياء قد تحصل وتقلب البعادة في أي لحظة يعني هنا هذا موقف حماس قالت أنها طبعا تعاملت بإيجابية مع الوسط طائلة غير ذلك وتنتظر بطبيعه لكن لا يستجيب بعد المقترح لما تطلب وهي لكن في الآن نفسه الكابنت الإسرائيل لمجلس الحرب يرسل صباحا اليوم رئيس الموساد إلى الدوحة لاستكمال لمواصلة المفاوضات هذا دليل اللي فم مفاوضات تتقدم بالطبع من الجمشي تم الإعلان على نهاية مفاوضات أو على اتفاقات معينة إذا لم تحسم نهائيا مزان مش ممكن هذا لأنه اللي بشعل اللول وكأنه سيصبح بناها بالطبع معناها موج سلوك سياسي رصين في المثلة الثانية هنا الكيان الصهيوني هو يراهن بالطبع كما قلت أنا على محاولة تحقيق إنجاز ما عاجزة عن ذلك إنجاز عسكري هو وضع ثقوفا عالية للحرب للعدوان تحرير الأسرة والقضاء على حماس واللي هي ما تنجمش تكون معناها أهداف عسكرية بصراحة ما تنجمش تكون القضاء على حزب سياسي ما ينجمش تكون هدف عسكري هذا هدف سياسي نجم يكون قل المقاومة لن تتراجع تحللت من كل هذا لا 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 تحللت ولن تشوف كل أصناف الضغوطات تعرضت لها المقاومة أنا ما يجعلني قلت مطبئن للمقاومة الفلسطينية أنها لن تقبل بأنصاف الحلول لأن قبل كانت فما أنظمة عربية وحتى قيادات فلسطينية مش كان عربية خلي حتى فلسطينية كانت تزايد وكانت تفاوض باسم الفلسطينيين وفي أحيان عديدة معناها تنازلت على الكثير مما حققته المقاومة الآن القرار السياسي موجود في غزة موجود بيد السنوار وأعضاده هناك في غزة وهؤلاء لا يمكن شوف روى فم فرق يا سماح روى السنوار وجماعته يعرفون جيدا إسرائيل وكيف يفكر إسرايليون روى السنوار عاشت 23 سنة في السجون الإسرائيلية وتعامل معهم وحفظ لغتهم يعرف حتى اللغة العبرية ويتعامل معهم كانت تعامل يومي إعلاميا وسياسيا يعرف كيف يفكره ومهم جدا في الحرب تعرف عدوك جيدا وهو يعرف جيدا عدوه وإذا فبالتالي لا يمكن أن يتراجع لن يتراجع سيد عميد هل يتراجع السنوار ولو قليلا هل يعدل السنوار في مطالبه بالنسبة للمفاوضات مع التجويع والإبادة الحاصلة ولا لا 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 هو قالها على ملاء قال لنا مشروع شهادة أنا وشعبي ينعيشوا بكرمتنا ونسترجع كرمتنا ونسترجع أرضنا وعرضنا أما كانش خلموته كل وقالها والغريف الأمر أنه الشعب الغزاوي يكون يفكر كيف أنا أحكيت لك على المقطع اللي شفته لأثر فيه كثيرا لما الصهاينة لم يعني يتمكنوا من جعل الرجال يتكلمون كانوا نزعلهم أدباشهم واخذاهم في الحقيقة كانوا يريدون من وراء ذلك الحصول على معلومات لأن الطائرات المسائرة لا تكفي والطائرات الاستطلاع لا تكفي لابد من معلومات دقيقة على ما يقع في الأرض لما عجزوا التفتوا للنساء بالفتيات وشهدت يعني روبرتاج أثل جا فؤادي وتأكدت يسيبوا البابة بما لا يدعوا للشك أن هذا الشعب لا يهزم بنات فيه معناها مقتبل عمر يعني حتى موصلش إلى 20 عام وحاول الجيش الإسرائيلي معهم بأقصى أمكانياته وبالضغط والتهديد والتهديد بالاقتصاب حشان من يسمع ورغم هذا كانت الإجابة أنا لا أعرف أنا لا أرى أنا لا أعرف شيء لا على الصنوار ولا الأنفاق وعلى المقاومة ما هذا الشعب؟ ما هذا الشعب يا أبو البابة رو تصور أنت فتاة مع مجموعة من الصهاين العساكر بفيدهم أسلحة وتكون صامدة وتعرف أنه ممكن تموت ولكن هذا الشعب بالطريقة هذه أنا أرى فيهم كل مرأة وكل رجل في غزة هو سنوار لحقيقة لأن الهناس يا ترعميد ما هو اللي نجحت فيه المقاومة هنا في غزة؟ هو بناء الإنسان هذه السياسة كابلة بناء الإنسان يعني ما معناها بناء الإنسان؟ بناءه تربوياً بناءه أخلاقياً بناءه عقائدياً معناها ما تجعلوش معناها ينساق لا وراء المغريات لا وراء البيع والشراء لا وراء المساومات لا وراء المزايدات ويقول لك أنا إذا كان معناها القادة بتاع المقاومة معناها تشوف فيهم أن يقدمون التضحيات كبيرة فما بالك هو معناها بالنسبة وشوف أنت حتى التصريحات شوف حتى في قنوات أخرى أنا موالي الكيان الصهيوني وللأسف حتى قنوات عربية معناها تشوف تصريحات يحاولوا يلقوش في تصريحات الغزاويين المقاومة أو يتألم عليها ولا واحد يقول لك لا علشان فلسطين دائما مستعدين لكل شيء من أجل القدس مستعدين من أجل الشهادة مستعدين لكل شيء فبالتالي هذا الشعب أهم شيء بنته المقاومة في غزة هو بناء الإنسان وفي الحقيقة هذه الدول رأي ماذا تبني رأوا المعامل والمصانع وغيرها 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 هذه كلها بعد أول شيء بناء الإنسان وبناء الإنسان يجعلها محصة من الاختراق وهذاك عليش هي أكبر شيء عجزت عنه الكيادة الصهيوني وهو توصية العبيد بناء عسكري ويعرف هذا أكثر مني أنها عجزت عن اختراقه مخابراتيا أول نجاح هو النجاح المخابراتي هذا أول شيء حق قاتل المقاومة قبل كانت إسرائيل رأيت تصطاد قاتل المقاومة وتقتلهم بميشيات وعملاء وغيرها وغيرها أهم شيء هو كالتحصيل الذاتي من الجوسسة ومن العمالة هذا نجحت فيه المقاومة تبييض الأرض من العمالة ثم المطالبة بطبييض السجون من الأسر أكيد واذكرناها مرة سماح لي وكانت تذكرت حتى في حرب التحرير في تونس أنت تذكر مرة شهادة المناظر الطاهر الأسود اللي يرحمه أحد قادة جيش التحرير وطني قال أن العمليات ضد المستعمل الفرنسي مبدأت تنجح قال قبل كانت في الكثير من العمليات ترفشل تفشل بسبب الوشيات قال بعد وقت اش اكتشفنا هذا قال بعد مقضينا على القودة وقتها والوشات قال وقتها ولت العمليات متعنا تنجح ضد الاستعمال الفرنسي بالتالي نفس الشي هنا المقاومة الفلسطينية حقت إنجاز كبير لذلك إسرائيل اخترقت الكثير من العواصم العربية ولم تخترق غزة وهذا لذلك جنة جنونهم رم لم يصلوا لا إلى السنوار ولا لأبو عبيدة ولا لي معناها محمد الضيف ولم يصلوا كذلك إلى معناها الأسرى بتاحهم أسرى الإسرائيليين لم يصلوا إلى شيء بالتالي وهذه دولة تدعي أنها دولة معناها لها استخبارات كبيرة ووهمنا الغرب ووهمنا الإعلام الصهيوني وحتى الإعلام الغربي كأن إسرائيل إله وكأن أمريكا إله يعني لا يمكن تحديه ولا يمكن أن يهزم فهزمه هؤلاء الفتية الفلسطينيين يعني يوم 7 أكتوبر وحطب هذه الأسطورة تعرف علش أمريكا لا يمكن أن تسمح بهزيمة إسرائيل ولذلك تصر على ذلك أمريكا روح تعرف بالنسبة لها هزيمة إسرائيل تعني نهايتها لأن إسرائيل هي جيش له دولة إذا هزمت وهزمت تحزم في معركة واحدة لذكر حرب 73 الجيش الأمريكي تدخل الجيش الأمريكي تدخل بالتالي هنا لأن هزيمة واحدة لإسرائيل تعني نهايتها ضد منعات شوف ضد مكون عسكري بسيط مش ضد جيش عربي هذا المشكل المشكل هو بسيكولوجيا هزيمة أمام من لو كانوا ضد الجيش المصري تتعدى أما لما يكون مكون معناها عسكري بهذه البساطة لكن سلاحه الوازع الديني والوازع الوطني والقضية والتدريب والتحذيع وقدرة يكفي أسرين ما نقولش ها أنت سموت خمسة عشر صمد يكفي راه عسكرية نسي بالبابة ما عندك حتى فكرة كأنك نقول وعنك بش نسي نتفهمني كأني حضيرة قتال حضيرة قتال في عشرة ولا تحارب في فرق فرقة عشرين ألف أطول حرب تخوز عشرين أطول حرب خلينا بالله الصورة بيش تكون واضحة كأني فرقة عشرين ألف تحارب ضد عشرة أفراد ولم تتمكن منها بعد خمسة عشر هذه الصورة بالضبط بالضبط راجعين في ساعتنا الثانية كيف أضاف القوات المسارحة اليمنية سليح الغواصات إلى ترسانتهم الحربية اليمن التي تحدثت كذلك عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفن وبارجات أمريكية واستعملوا كلمة الصواريخ البحرية المناسبة المناسبة اليمن كذلك توا سفرات الإنذار تدوي في الجليل عشر صواريخ عشر يوم صباح اليوم صباح من حزب الله في لبنان أكثر تفاصيل في ساعتنا الثانية آخر الأخبار على الدوان أفهم صوتكم مع أميرة مقني راجعين في ناس الدوان مرحبا ترجمة نانسي قنقر